مرة أخرى عزيزة مشهدين طبعاً بينضم لنا الزميل العزيز جلال بوزرارة والضم المشترك مع MBC سانك اللي بنسعد بيها وعملين حالة كبيرة جداً في الشارع الرياضي المصري وأيضاً المغربي وسعداء بكل طبعاً الديوف اللي بيتشرفوا مع الأستاذ جلال بوزرارة كابتن سعيد شيبة النجم الكبير كابتن خالد ياسين كابتن نزار نور والنجم الكبير كابتن بدر الدين الإدريسي طبعاً منوارين كالعادة ومتعلقين وبنسعد بوجودكو طبعاً معنا كابتن مصر عرفهم أنت كابتن جلال طبعاً نتشرف وأنت إنسان محظوظ مهيب ومرضي الولدين كما نقول في المغرب بتواجد الضيوف كحسن شحاتة المدرب الأسطوري والكابتن الأسطوري بالنسبة كذلك للمنتخب المصري حسام حسن والحارس تاريخي للمنتخب المصري وحشة أفروكية وحشة أفروكية اسمه وحشة أفروكية وحشة أفروكية حبيبي يا أستاذ جلال منوارين وطبعاً لازالت أصداء التعادل مع غانا بتلقي زلالها هنا في مصر ونهاردة كابفردي بيفوز على موزنبيك عشان يحتل كمة المجموعة كل الكلام دلوقتي سيناريوهات صعود منتخبنا الوطني للدور التالي دور الستاشر إما مركز ثاني إما مركز ثالث والمباراة القادمة لا تقبل القسم على اتنين ربما عزيزي مهيب أحسن خبر وكنا تكلمنا على النقطة بالأمس أن المنتخب كابفير الثالث وآخر خاص في الدرو الأولى بالنسبة للمنتخب المصري أنه يكون حسن في مسألة التأهل وزعامة هذه المجموعة السؤال طرح على المدرب منتخب كابفير مباشرة بعد نهاية اللقاء مسألة جد جد طبيعية هل ستعتمد على التشكيل الرسمي خلال اللقاء مصر قال دعوني أحتفل وأفكر في هذه النقطة ربما تكون هذه نقطة إيجابية بربما سعيد شيبة بالنسبة للمنتخب المصري لما تواجه منتخب مبقى لما يربح ولا يخسر في هذا اللقاء الحاسم بالنسبة للمنتخب المصري أكيد يعني ممكن أن يكون عامل مؤثر يعني عملية عدم الاعتماد على اللاعبين الأساسيين لأنه ليس بالضرورة طبعا منتخب كابفير أن يتوفر على 24 لاعب بنفس المستوى ولكن ربما المطمئن أكثر هو المستوى الجيد الذي ظهر به المنتخب المصري في الشوط الثاني بعد خصوصا التغييرات دخول تريزيقي خروج النيني خصوصا دخول زيزو في آخر مباراة أظن أن معالم أيضا التشكيل لدى الناخب المصري اتضحت بعد تغييرات مباراة الأولى دخول يعني عمر كمال والشاب يعني إمام ومرموش خصوصا ربما واحد بالنسبة لي ربما من ضواهر الدور الأول أظن أن المنتخب المصري حدوده قائمة وطبعا ما ننسى الفرصة نحييه طبعا كابتن كبار يعني حسن شحاتة وكابتن حسام حسن كرامي فرصة زعيدة نتواصل ولو عن بعد ونتمنى إن شاء الله التوفيق للشقيقة إن شاء الله ما أصل في المباراة القديمة طيب يعني زميل جلال كابتن حسن معنا والنهاردة بمباراة كاميرون والسنغال تحس إن الرؤية وضحت شوية نعم إن كأس الأمم الأفريقية أظهرت نفسها أن هناك ثلاث منتخبات مرشحين للقب أبرزهم المغرب السنغال ومصر دول يعني اللقب هذا العام على يعني مسؤوليتي والشخصية لن يخرج خارج الثلاث منتخبات والله يا كابتن حسن أتأكيد يعني دي حاجة أنا لسه بقولك احنا بس نوصل دور 16 وهيبقى لنا باع كبير في إنهاء أو في الفوز بالكاس لكن المغرب قدمت عرض الكل بيشهد به وبناء عليه بيقال إن المغرب هي هتأخذ الكاس بتاع أفريقيا بجانب السنغال السنغال قدمت كمان وما ننساش كمان الرأس الأخضر الرأس الأخضر فرقة جميلة أوي فرقة كويسة أوي بيقدوا أداء يعني زي ما بيقولهم المدرب بيعملوه بجانب أجسامهم أجسامهم جمده أوي بيلعبوا بقوة غريبة فهو مش هنقول ثلاث فرقة لا هنقول أربع فرقة أربع فرقة يا مرشح كاب فردي أمار طبعا هذا عمل شغل جانب ما بيكملوش الفرقة لا لا بيكمل دي هتكمل دي هتكمل كابتن حسام حسن برضو تعليق مهم على خلاص منافسة المنتخبات على اللقب بتنحصر ما بين مصر والمغرب والسنغال أولاً تحياتي طبعاً للكابتن كبار في المغرب الكابتن خليد إدريس وكابتن بادر الدين ومنظار نور وطبعاً الكابتن الكبير سعيد شيبة يعني تحياتي اليوم كابتن خليد ياسين وكابتن خليد ياسين فأنا شايف أن يعني البطول أو دور المجموعات الأولين التمهيدي أعتقد أن فيه فعلاً أفرازة منتخبات بتأدي بشكل قوي وعندهم حلول كتير فنية وبدنية وعندهم لعيبة على أعلى مستوى بيلعبوا بروح كبيرة زي على رسوم السنغال وأنا شايف أن كمان الكاميرو النهاردة من المنتخبات القوية يعني كمان بيتأدي بس كان بيلعب قدام منتخب كبير زي على المنتخب سنغال كان ممكن يتعادل يعني يعني ماتشي قلب من 2-2-3-1 منتخب المغرب قد أداء جيد جداً وأعتقد أنه يعني زي ما عمل في كاس العالم بيعلى واحدة واحدة بيوصل للمستوى التجانس نتيجة أن اللعيبة كلها كانوا خارج محترفين فالانسجام بييجي مع المعايشة زائد المباريات والتمرين اللي بتعمل في أثناء البطولة تمام ففي فرق منتخبات هتعلق والانسجام هتعلق وأنا شاف زي ما كابتن حسن في منتخبات ما كنتش لها توقع أن هي ممكن تأدي بشكل كبير لكن هتعمل مفاجئات كابفردي أعتقد أنهما يبقوا منتخب عنده سرعات عنده طموح حتى مظميك اللي احنا كنا بنكلم عليه أنها ممكن ما عندهش يعني كنا حطينا في الهامش أعتقد أنه ممكن تعمل شكل كويس تمام ففي منتخبات وعلى فكرة كل بطولات العالم البطولات الاتقرية بتفرز مفاجئات تمام سواء كأس عالم أو كأس أمم أوروبية أو كأس أفروكيا فده اللي بيحصل في كورة القضاء تمام تفضله أستاذ جلال أنا لدي سؤال للكابتن حسن شحات ومع العلم أن غدا لنا موعد مع ثلاث مباريات هم ثلاث فرق عربية الجزائر تونس وموريطانيا ففي رأيك كابتن ما هي أسباب يعني هذا المستوى المتواضع الذي ظهرت بها المنتخبات الذي ظهرت بها المنتخبات العربية لحد الساعة الستثنين الشوط الأول للمنتخب الجزائري أمام منغولا الشوط الثاني للمنتخب المصري بالأمس هناك كذلك فيما يخص المنتخب الجزائري ونقشنا هذه النقطة في برنامج دريم تيم ليالي الكان بعد تصريح المدرب جمال بالماضي حول الجرح العميق الجرح الدهني العميق الذي يعاني منه المنتخب الجزائري بعد صدمة خروجه والظروف اللي جاء فيها هذا الخروج في إقصائية كأس العالم ضد الكاميرون وكذلك خروجه منذ الدورة الأول من كأس إفريقيا النسخة الآخرة في الكاميرون وهو الذي كان حضر لها وهو حامل اللقب رضا كابتن عزيزي يعني هو دايما المنتخبات القوية والمنتخبات الكبيرة اللي بيبقى لها دور وبتسمع دي لازم بيحصل لها دروب الدروب ده هم اللي بيعملوه يعني مثلا زي جزاير وزي حضرتك تونس ومصر ده لازم يحصل لهم دروب عشان يفوقوا يعني ده اللي بيحصل دايما للمنتخبات أو الفرع الكبيرة أو الفرع اللي هي بتفوز بالبطولات القرية أو غير القرية اللي من خلالها هم بيقدروا يوصلوا اللي عاوزين يعملوه في نهاية البطولات فعشان كده بقول إن أنا منتخب مصر أنا قلت منتخب مصر لو وصل لدور الستاشر منتخب مصر هياخد كاس أفريقيا نفس الكلام ده بالنسبة للجزائر ونفس الكلام ده بالنسبة لمرتق منها كفرق عربية كفرق عربية لأن الفرق العربية هي اللي ماشي اللي فارق بس معنا اللي هو السنغال وكان الكاميرون بس النهار ده ماشي السنغال والكاميرون كان حاجة حاجة فظيعة جدا وحاجة جميلة جدا من السنغال فعشان كده بقول أن الفرق العربية لازم يحصل لها ضربة في الأول عشان تفوق ولما بتفوق بيبقى لها باعة تاني بيبقى لها باعة تاني في البطولة لكن واضح أن السنغال هي من الفرق الكوية جدا تفضل خالد خالد ما هي الجوانب التي يشتغل عليها؟ لازم حضرتك أن أنا لازم أعرف إيه السبب فيه مش تخزلهم في الدرب اللي حصل لهم لازم أعرف لازم يبقى فيه حاجة تقنعني أن أنا عشان أتكلم معهم الكلام اللي ينطقهم من جديد واللي خليهم في الصورة من جديد أعرف إيه السبب السبب ممكن هل يكون المدرب؟ السبب هل يكون اللعبة؟ اللعبة مع بعض السبب يكون الجماعير؟ كل الحاجات دي لازم أعرفها وحط إيدي عليها الأول وبناءً عليها أقدر أقول أنا هعمل إيه معهم عشان أرجحهم لحالتهم الأصلية وإن منتخب الجزائر منتخب كبير منتخب مصر منتخب كبير مرة تانية صحيح مش منتخب كبير لكن بنقول هي منتخب عربي يقدر برضو يقدم اللي هو إحنا نحن محتاجينه إنه هو يقدم طبعاً المغرب المغرب ما خلاص يعني دي المغرب من ساعة كس العالم وإحنا بنشجحها أساساً نشجحها لأساساً أنها بتعمل كرة حلوة إحنا بنحب نتفرج عليها بيعمل كرة حلوة وفيها متدربين عليها بشكل كويس عندهم مدرب برضو برضو مش هقولك مدرب كبير لكن كابتر إكراكا ده يعني مدرب بيرضب اللي هم بيعملوه واللي هو بيقوله لهم بينفزوه حرفياً وبناء عليه هم وصلوا لمرحلة تانية خالص غير المنتخبات العربية اللي موجودة الزميل جلال يعني معنا وحش أفريكا كابتن إكرامي لازم نسأله عن مستوى حراسة المرمى عندنا ونانا النهاردة حارس مرمى منشستر يونايتيد بيدخل فيه تلات أهداف وبالأخص الهدف الأول هدف كاريسي لأنه طبعاً البوكس اللي عمله من داخل منطقة الجزاء كان داخل منطقة الجزاء ودي حاجة ما تحصلش من يعني حارس مرمى عندنا ياسين بونو في المغرب عندنا مندي في السنغال عندنا محمد الشناوي في مصر رأيك كابتن إكرامي في مستوى حراس المرمى في أفريقيا وفي كأس الأمة الأفريقية بص يا مهيب بالنسبة لأونانا يعني أنا شايف أنه هو كان فيه نوع من التعالي شوية بالنسبة له في المباراة وخصوصاً أنه هو جاي من الدورة الإنجليزية ومش عارف إيه وعمل مستويات كويسة هناك الهدف الأولان اللي أنت بتكلم عليه طبعاً خطأ جاسيم منه أنه هو يلعب الكرة بالبوكس في نص الملعب أو في المنتصف بالضبط تترد عليه بهدف الهدفين التانيين يعني معلش ما أحترام ما قدرش أعمل فيهم حاجة نهي إمكانياته كده بونو طبعاً حارس مرمى كبير ومدي ثقة لفرقة المغرب ومدي ثقة للمدرب ومدي ثقة للجماهير فأنا شايف أن بونو حيكون هو مفتاح الفوز بالنسبة للمغرب لو حصلوا على بطولة أفريقيا إن شاء الله بالنسبة ليه مندي بالنسبة لمندي ما كانش يعني ما تقدرش تقيمه النهاردة أنت قررت إن إحنا خرجنا من البطولة ما أنا لسه حكراً إحنا هنأخذ البطولة يا كابتن إكرامي وإن قلت لا مصر عتفوز من البطولة جلال بنيمنا بنيمنا خلينا يمنا إحنا هنفوز خلينا يمنا وإحنا أبعاله أسبوع بنيمنا وماء بريء أه خلينا يمنا وإحنا نايمه من المغرب إن شاء الله هو الكابتن هو الكابتن حسن شحات قال أهم حاجة اليوم يعني في البرنامج أنه لو مر المنتخب المصري سيفوز بالبطولة أنا أتفق يعني بشكل كبير مع وحش أفريقي الكابتن إكرامي فيما يخص يعني موضوع موضوع هنا لازم أننا نذكر الظروف التي حضر فيها وحضر فيها صديقنا أونانا كأس إفريقيا للأمم لا يمكن أن الفريق يجتمع أسبوعين قبل انطلاق كأس إفريقيا ويأتي بعد اللقاء الأول من كأس إفريقيا كيف سيستقبلها اللاعبين يعني بدأوا تحضير هذا العرس ودخلوا في أجواءه والسيد أونانا قال أنا أريد أن ألعب مباراة ضد تطنهم قبل المجيء للإشارة إشارة صديقي مهيب نتشرف بحضور الكابتن إكرامي لأنه حارس كبير أنا كنت حارس كذلك من الدرجة الثالثة ومعي ومعي الزميل بدردين كان حارس مرمى كذلك دائما خالد يقول بأننا مشاريع مشاريع حراس فاشيلة بتليل أن هذا مجيء ولكن على الأقل نعرف خصوصية خصوصية هذا البوست دي الحارس المرمى طبعا بالدليل على أنك أنت أعلامي وهو أعلامي ولذلك لم تمر إلى المسار الاحترافي الكروي كحارسي مرمى بالعودة إلى أونانا أونانا يا حبيبي تتذكرون المباراة أمام قراطة ساراي هدفين كارتيين في مرمى من أقدم حاكم ذياش ثم هدفين في الدور الإنجليزي والغريب هناك إصرار على هذا الحارس جاء بـ 55 مليون وتخلى من شاستر عن حارس من قيمة ديخية باللي قال لكم ألا تفتقدون ديخية كابتن إكرامي ديخية مش لاقي نادي حبيبي أنا بأتفق معاك طبعا في كل اللي أنت بتقوله بس هو في جزئية قالها الأخ جلال إنه هو قال إن أنا عايز ألعب المباراة بتاعة توتنهام قبل ما جيب طولة أفريقيا أنا لو ما كان المدرب بتاعه لأنه هو جاي متأخر في المباراة الأولانية حبدا صحيح أيه والحارس اللي لعب المباراة الأولانية قد بشكل جيد فأنا استغربت إزاي المعلومة دي التي أنت قلتها يعني أنا في رأيي لأ كان لازم المدرب يأخذ معاك قرار إنه هو ما يلعبش ده رأيي أنا رأيي الشخص لو كان نعم لو كان الكابتن حسن شحاته هو مدرب المتحب الكاميرون اللي قال له إلعب مباراة توتنهام ومباراة ليفربول ومباراة مالساة ومغنيش وكلها مباراة خلينا ومغنيش يا جلال يا جلال زميلي مهيب اتفضل حبيبي حبيبي كابتن بادري اتفضل أوكي تحية تحية لك تحية لك وتحية للأساطير الجلسين معك ربنا خدرا أنت خلق السحاب يا عبيبي لأنه معك ثلاثة من من ألمع ما أنجبت كرة القدم المصرية والإفريقية والعربية على حد الزواء لكن عندي سؤال لإكرامي وربما يرتبط بالمنتخب المصري وهو تحدث على أن يسين بونو يعطي الأمانة والإطمئنان للمنتخب المغربي ولكن في مقابل هذا أيضا دفاع الفريق الوطني المغربي وأيضا وسط ميدانه يعطي الثقة والإطمئنان ليسين بونو أنا أسألك هل استقبال الشناوي لأربعة أهداف في مباراتين وهذا الأمر لم يحدث إطلاقا مع المنتخب المصري فيما أذكر في السنوات الأخيرة هل استقباله لأربعة أهداف وأنا أبرئه من مسؤوليتي أكثر من هدف هذه الأهداف الأربعة هل هي مسؤولية عدم تجانس وسط دفاع المنتخب المصري هل هي مسؤولية وسط استرجاعي بقيمة نيني الذي أنا شخصيا لا أرى له مكانا في منتخب مصر الآن على الأقل بحكم ضعف تنافسيتي وجاهزيتي وتكمل مهيب لسؤال زميلي بدر الدين هو ماذا يشعر حارس مرمع من قيمة شناوي حينما يكون لديه عمق دفاعي مهتز ووسط ميدان لا يؤدي الواجبات وطبعا أنا باتفق معاكم في الكلام اللي قلته يعني وده كلام يحترم أنا شايف أن محمد الشناوي في الفترة دية غير موفق في بعض الأهداف اللي دخلت فيه لكن نتيجة الاهتزاز خط الظهر بتاعه أو خط الوسط بتاعه إذا ما حضرتك قلته فأنا شايف أن ممكن لو حصل الكلام ده في المباراة اللي جاية هتبقى كارثة بالنسبة لمصر وأول مرة في تاريخ مصر في البطولة الأفريقية أن يخش فينا أربع أهداف في مبارتين في أول مبارتين ودي كانت حاجة غريبة جدا يعني الواحد مستغرب لها فأنا شايف طبعا أن في قصور من ناحية اللعبة بتاعتني أو خط الظهر سواء حجازي أو محمد عبد المنعم خط النص زيما ساعدتك قلت أن النيني لا يصلح أنا بقولها لا يصلح أنه يلعب لمنتخب مصر دلوقتي وخصوصا أنه هو ما بيلعبش مع النادي بتاعه في إنجلترا الأرسنل وكان مصاب فأنا إزاي أصر عليه في أنه هو يلعب المبارتين دول دي حاجة الحاجة التانية في سوق بخت بالنسبة للعيبة مصر في المبارتين دول أنه موزنبيق مفروض أن الموزنبيق دي أقل فرقة في المجموعة بيحرز إزاي سوق بخت سوق بخت إزاي دي أسوق لا لا مش سوق بخت دي أسوق بس كابتن حسن بيعلع على حاجة سوق بخت يكون نحن من قدي كويس بالعكس دي أخطاء من برح الأخطاء من الفرقة التانية التي يتعدي كتمكن الأخطاء الدفاعية والكورة التي رجعت لورا يتسببت لنا يعني بحسن الحظ لنا أنه نحن استغلينا مرموش استغلي الكورة اللي رجع غلط لكن هو مش سوق بخت أكتر ما هي إحنا فيه سوق تقدير في أن انت بتختار اللعيبة المناسبة في التشكيل في البداية وفي التغييرات يعني النهاردة عندك اتنين من أهم اتنين اللعيبة أنا قلت لك قبل كده في فرامج النهاردة عندك بتريزيجيو وزيزو لازم يكونوا في الملعة تستفاد لكن أنا عايز أقول حاجة الكابتن خالد ياسين يعني وحشنا جدا أن الناس اللي هي كانت في المستوى العربي في الإعلام على القناة الرياضية المعروفة حاجة محترمة حاجة من الثقافة الكبيرة الرياضية فتحياتي لي يعني طبعا كل المجموعة اللي مجموعة وعايزين ناس مع برضو تقاليكوا أستاذ نظار صوته وأداءه وخبرته وثقافته حاجة راقية صراحة يعني أنت محظوظ يا جلال بالناس اللي معاك يا جلال والله أنا محظوظ عرف ليه أنا محظوظ عرف ليه أنا محظوظ لأنك ستكون معنا بداية من يوم غد إن شاء الله أستاذ نزار نور رأي سؤال كذلك لحسان حسني كابتن حسان حسن يعني كنا في الدردشة قبل ندخل إلى الجزء الأخير مع كابتن يعني سعيد كنا نتحدث عن ارتفاع درجة الرطوبة هل تؤثر على اللاعبين وهو الأثر المباشر في هبوط المستوى في الشوطة الثاني لكثير من الفرق خاصة الفرق التي لم تنجح في الوصول إلى نتاج فعلية يعني مثلا العلو عندما تلعب على علو اللاعب يبدأ يتحرك ويتعود على نقص الأكسجين عندما نتحدث عن الرطوبة ليس هناك علاج يعني سعيد قال لي ليس هناك علاج تماما للرطوبة هل نعزي يعني هذا المستوى الذي يحدث في الشوطة الثانية لبعض المنتخبات التي لم تظهر بمستوى جيد في الشوطة الثانية بأن الرطوبة هي السبب الأساسي والتي تلعب في الساعة الثانية يعني على الحصوص يعني أنها تكون هناك حرارة والرطوبة تؤثر كثيرا على اللاعبين كابتل حسام وأنت صاحب خبرة كبيرة في الملعب الأفريقية يعني إحنا عايزين نقول إن البطولات اللي تلعبت كلها واللي مصر خدتها واللي المغرب خدتها خدناها في أفريقيا إحنا ملعبناش في حتة تانية غير أفريقيا بنفس المستوى لدرجة الرطوبة ودرجة الحرارة بل بالعكس الظروف دلوقتي تحسنت أكتر ما إحنا كنا موجودين وقابلنا كابتن حسن وكابتن إكرامي أنا شايف أن يعني حتى منتقب المغرب الشوط الثاني كان مستوى بدانيا أعلى منتقب مصر في الشوط الثاني في المباراة الأخيرة مستوانا أعلى معنى كده أن الرطوبة ما كانش مقصرة يعني مش موضوع الرطوبة موضوع أن أنت بتاخد الأمور بجدية وأن المنتخبات كلها يعني حتى المنتخبات اللي قدت بعدها جيد في الأخيرا زي مثلا السنغال أو كلهم والمغرب والجزائر اللعيبة كلها محترفة في أوروبا يعني المشكلة أن تبقى أكتر للعيبة اللي كانت متعودة طول الشهور اللي فاتت في أوروبا أنه جايين في جو غير مختلف تماما ومع ذلك لأنهم على أعلى مستوى يعني مانين النهاردة بيشغل كل ما تشطوها هيلة النهاردة كمان بالتحديد وانتخب المغرب أدى أداء على أعلى مستوى في الشيط التاني فالموضوع مش كده وإحنا خدنا كاس الأمم سبع مرات أو خلينا في الفترة الأخيرة الخمس بطولات أو الأربع بطولات الأخيرة بينما فيهم الثلاثة أو الربعة وثلاثة 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 ربما الشيء درجة حرارة الملعب في حرفت ربما الشيء فاضل صحيح صحيح كابتن حشام حسن لكن ربما ربما ليس يعني لأكون من غير لست متفق معك مئة للمئة ما تغير مستوى المتخبات التي كانت في البداية يعني تقال بعد مستوى من المستوى الثالث أو الرابع اليوم لما تشوف كابفير تحت الرطبة الأولى بستة نقاط في السنوات الماضية لم تكن هناك مفاجآت كبيرة ظروف اليوم أحسن بكثير من الظروف وهذا ما يجعل من الألقاب التي فازت بها مصر في السنوات الماضية والمغرب مثلا في عام 76 ربما تكون أغلى وأصعب لكن كذلك لازم أن نقول أن المستوى المستوى المنتخبات المشاركة على العموم تحسنت بالشكل كبير مبقاش ديك الفارق والبول الشازح كابتن جلال نحن نتكلم على درجات السؤال عندي كابتن نظار بيقول درجات أو درجة الحرارة والرطوبة مؤثرة ما نتكلمش على الإمكانيات كلها أنا ديتك من ضمن العوامل أو العناصر الإمكانيات الملاعب مش حاجة لكن وخدم وخدم البطلات علينا وعلى الانتخابات التانية بالعكس طب أنا أقول لك حاجة يعني أول مرة الناس عندك في المغرب أو في أفريقيا أو في مصر أقول الكلام ده أنت في وقت من الأوقات كان منتخب المغرب كنا في فوركينا كان في عبارة الساكن بتاعنا كان يعتبر سور وفيه ساكن يعني بيوت صغيرة كده كل أربع لعيبة في قطين وحمام مشترك المنتخب المغربي كان جنبينا كان جايب طأم شفاعت بتاع أكل وكابتل شيب أمتاري وإحنا كنا منكل الأكل بتاع كان هناك موجود فالإمكانيات بالعكس الأكل اللي موجود بتاع بوركينا كان ناس يعني على قد الظروف اللي موجود ومع ذلك كان إمكانيات المغرب والتحضير كانت أفضل الموضوع لا بالعكس كان كل منتخب بيستغل إمكانياته كان منتخب المغرب إمكانياته وتحضيراته والكوادر اللي جايبين واخدنا سواء طبخين للأكل أو أي حاجة كان كلام ده ممكن يساعد لكن إحنا أخذنا بأقل قليل وكان اللعبة اللي موجودة خبراتها أقل أقل من البطولة في البطولة كلها فأنا درجة الحرارة إحنا أفريكي أنا أقصد إحنا أفاركا وكل بطولاتنا وكل التصفات كس العالم وكل اللعبة كبيرة زي كابتن شيبة لما طلع تلع من خلال المباراة الدولية في أفريك فأنا أقصد إن مش دي الحجة والدليل الأداء الجيد اللي اتحمل في الشوت التاني من المغرب والجزائي ومصر الماتشي بتعبارها كان عاملين في الشوت التاني في آخر كابت حسام الحجة اللي هم بتكلموا فيها تلغى لأنهم بيعملونهم دلوقتي وقت مستقطع عشان يشغلوا ما يساعة وعشان يفصلوا وفي خمس سغيرات وسبعة وعشرين لعيم في القايمة فدي عملية يعني زم بيقولك إن هم كل شوية بيصلحوا لهم حاجة وبيعملونهم حاجة جديدة عشان ما يبقاش في حجة والاستشفى كمان اللي بتتعمل لأجهزة في الطبيب ما دي استشفى كابتن حسام بالزبط لما يعملونهم ميا ساعة وميا كذا ويغسلوا الشوب ويشربوا ده استشفى الزميل العزيز جلال بزدارة بشكرك وبشكر ضيوفك الكبار نعم شرفتونا ونورتونا وبنسعد بيكم دائما إن شاء الله فضل يا جلال شكرا إن شاء الله شكرا كلمة أخيرة للكابتن سعيد شيبة وربما رد على ما جاء في كلام الكابتن حسام حسن والكابتن حسن شحات طيب تفضل بقى اللي نقول إنه متفق تماما مع كابتن حسام حسن لأنه رأيه من خلال التجربة فأكيد أن الظروف المناخية وظروف أرضية الملعب عوامل مهمة لكنها على الجميع على أطراف المباراة دائما والفريق اللي عنده القدرة الدهنية أنه يتغلب دهنيا على الصعوبات واللي أنه يدبر يعني فترات المباراة خصوصا فترات الجيدة ويستغل إمكانيات وخصوصا عملية تدوير المباراة عملية استغلال الفرص هو الفريق اللي بيفوز بالمباراة فالظروف المناخية عليك وعلى الخصم أرضية الملعب عليك وعلى الخصم واليوم يعني التطور من جميع المنتخبات فالتركيبة أيضا القدرة على تغيير اللاعبين من المباراة إلى مباراة ذكاء المذرّب في التعامل مع الأضرار اللي تخليها بعد كل مباراة قدرته شجعته على تغيير اللاعبين اللي على الورق يكونوا أسماء كبيرة كما المفروض يحصل مع الكابتن نيني يعني لأبان على أنه مثلا يعني في غير مستوى فقوة دهنية للمنتخبات الكبيرة ومنتخب مصر لحق التولاتية هو خير ذليل لأنه بالإضافة لإمكانية الفنية كان هناك قوة دهنية كبيرة خلاتهم يقوموا شكرا جزيلا جلال وشكرا ديوب فضل فضل ليليك طلب في الأخير فضل هل ممكن في إطار ميركاتو في إطار ميركاتو مبي سي مشوعة مبي سي يعني أن ناخد عقد إعارة لأحد الكباتين الحاضرين معك في الحضور معنا وينورونا وينوروه الجمهور المغربي والعربي تشرف بيك تشرف بيك يا جلال ده شرف لنا أننا نروح المغرب وأنا جاي لك يا جلال إن شاء الله أنا جاي لك استعدي مرحبا جلال بيقول كده عشان أنت مفرحش مش عايق بصي كابتن حاسم أقولك أنت بكون كده عشان ما روحش يا كابتن شاحتي عشان يجيب عشان يجيب أحد الكباتين إن شاء الله إن شاء الله أيو حبيبي كابتن بدر مهيب حبيبي إياك أنت أتي بأيدي فارغة لا مش هيحصل طبعا إزاي عشان خاطر جلال كمان لأنك ستسعد بأيدي مملوقة إن شاء الله بإذن الله واتشرفونا ونسعد بيكو في مصر إن شاء الله بإذن الله ومشاجلكوا بإيدي فاضي يا جلال مشاجلكوا بإيدي فاضي شكرا إن شاء الله فاصل ونرجع مرة أخرى